بداية أجرى رئيس المدير العام لمجمع صنط راك الجزائري رشيد حاشيشي زيارة عمل إلى مقر شركة إكسون موبايل أمريكية في هيوستن وحسب بيان للمجمع فقد شاملت الزيارة جولة في مركز الابتكار التابع لإكسون موبايل والذي يركز على تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الانبعاثات الغازية مما يفتح أفاقا جديدة للتعاون في مجال الاستدامة كما تم خلال الزيارة عقد اجتماع للجنة التوجهية المشتركة لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير الحقول النفطية والغازية مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لزيادة الانتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد